بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نتحدث في درس هذا اليوم عن أشهر المصنفات في علم المصطلح ونبدأ بذكر هذه المصنفات فأول هذه المصنفات المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهذا الكتاب صنفه القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الراما هرمزي المتوفى سنت 360 هجرية لكن مما يؤخذ على هذا الكتاب أنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا الكتاب الثاني كتاب معرفة علوم الحديث وصنفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنت 405 هجرية وأيضاً مما يؤخذ على هذا الكتاب أنه لم يهذب الأبحاث ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب الكتاب الثالث المستخرج على معرفة علوم الحديث لأبي نعيم صنفه أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنت 430 هجرية في هذا الكتاب استدرك الأصبهاني على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قواعد هذا الفن لكنه مع ذلك ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضاً أيضاً الكتاب الرابع الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنت 463 هجرية وهو كتاب حافل بتحرير المسائل في هذا الفن وبيان قواعد الرواية ويعتبر من أجل مصادر هذا العلم الكتاب الخامس كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع وهو للخطيب البغدادي أيضاً وهو كتاب يبحث في آداب الرواية كما هو واضح من تسميته وهو فريد في بابه قيم في أبحاثه ومحتوياته وقل فن من فنون علم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتاباً مفرداً فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتوبه رقم ستة الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع وهو من تصنيف القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المتوفى سنة 544 هجرية وكتابه هذا غير شامل لجميع أبحاث المصطلح بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهما لكنه مع ذلك جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب رقم سبعة ما لا يسع المحدث جهله صنفه أبو حفص عمر ابن عبد المجيد الميانجي المتوفى سنة 580 هجرية وهو جزء صغير ليس فيه كبير فائدة ثمانية علوم الحديث وصنفه أبو عمر عثمان ابن عبد الرحمن الشهر زوري المشهور بابن الصلاح المتوفى سنة 463 حجرية وكتابه هذا مشهور بين الناس بمقدمة ابن الصلاح وهو من أجود الكتب في المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه فكان كتابه حافلا بالفوائد لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب لأنه أملاه شيئا فشيئا وهو مع هذا عمدة من جاء بعده من العلماء رقم تسعة التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير من تصنيف محي الدين يحيى ابن شرف النووي المتوفى سنة ستمية وستة وسبعين هجرية وكتابه هذا اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح وهو كتاب جيد لكنه مغلق العبارة أحيانا رقم عشرة تدريب الراوي في شرح تقريب النووي صنفه جلال الدين الصيوطي المتوفى سنة تسعمية ودعش هجرية وهو شرح لكتاب النووي كما هو واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشي الكثير رقم 11 نظم الدرر في علم الأثر صنفها زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي المتوفى سنة ثمانمية وستة هجرية وهي مشهورة باسم الفية العراقي نظم فيها كتاب علوم الحديث لابن الصلاح وزاد عليه وهي جيدة غزيرة الفوائد وعليها شروح متعددة رقم 12 كتاب فتح المغيث في شرح الفية الحديث من تصنيف محمد ابن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 902 هجرية وهو شرح على الفية العراقي وهو من أوفى الشروح وأجودها رقم 13 نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر من تصنيف ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 هجرية وهو جزء صغير مختصر جدا لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره رقم 14 المنظومة البيقونية صنفها عمر ابن محمد البيقوني المتوفى سنة 1080 هجرية وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا وتعتبر من المختصرات النافعة المشهورة أيضا كتاب قواعد التحديث وهو من تصنيف جمال الدين القاسمي المتوفى سنة 1332 هجرية وهو كتاب محرر مفيد وهناك أيضا مصنفات أخرى كثيرة يطول ذكرها اقتصرت على ذكر المشهور منها هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة